قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستمرة في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى وأن المشاورات بين الجانبين شهدت تقدما مهما وكذا أن الجمهورية الإسلامية تسعى لتطوير علاقتها مع المجتمع الدولي كما تم الإعلان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سينضم إلى المشاورات النووية المنعقدة في فيينا بغية تقريب وجهات النظر مع استمرار المشاورات النووية المكثفة بين إيران والقوى الكبرى في فيينا أقد رئيس الإيراني حسن روحاني اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور عامين على بدء فترة رئيسية وقال روحاني أن القوى الكبرى وافقت على الخطوط الحمراء التي تبنتها إيران في المحادثات النووية وأن الخلافات في الوقت الحالي تتركز على الأمور الجزئية إن إيران تدعم التواصل الاتفاق مع الغرب يحفظ لها عزتها وأنها تريد التعامل بسلم وإيجابية مع المجتمع الدولي وتدعم تعزيز العلاقات مع الدول الجوار أيضا وأشار روحاني في تصريحاته إلى أن الإدارة الأمريكية تطرح مطالب إضافية في كل مرحلة من المفاوضات محذرا من أن طرح مطالب إضافية ومكررة تم الاتفاق بشأنها مسبقا ستتسبب في إطالة فترة المحادثات وأكد رئيس الإيراني أيضا أن التواصل الاتفاق النووي مع القوى أمر ممكن وميسر لكن على الطرف الآخر أن يتحلى بالإرادة اللازمة إن طهران تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وستقوم بتنفيذ بنود البروتوكول لإضافية تابع لمعاهدة منع انتشار نووي لكنها لن تسمح أبدا لأحد بالاطلاع على أسرارها النووية وفي الشأن العراقي أيضا انتقد روحاني أداء الحكومة الأمريكية في العراق مشيرا إلى أن الدعاءات واشنطن بشأن تدريب العناصر العراقية لم تتحقق إلى الآن وأن الطيار الذي وقف وقاوم في وجه داعش والإرهابيين هو الطيار الشعبي بعد الفتوى الصادرة من قبل المرجعية الدينية في النجف الأشرف وفي العودة إلى الملف النووي ومع اقتراب المهلة النهائية للتواصل إلى اتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى أعربت أمريكا وروسيا عن تفاؤلهما بالتواصل لاتفاق مع طهران في وقت أكد وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أنه سيسافر إلى فيينا ويشارك في المشاورات لتقريب وجهات النظر كما أبدت موسكو تفاؤلا من سير مفاوضات النووي الإيراني في فيينا ووصفتها بأنها أفضل من المتوقع وقال نائب وزير الخارجي الروسي سرغي ريابكوف أنه تم تحقيق تقدم في عدد من المسائل المحورية منها قرار مجلس الأمن المستقبلي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران معبرا عن الثقة في أن الأطراف ستتمكن من الاتفاق في الموعد المحدد الثلاثين من يونيو وأشار دبن مسي الرفيع إلى أن الأطراف اتفقت على أن العقوبات ضد إيران سيتم رفعها انطلاقا من تقديرات المنظمة الدولية للطاقة الذرية ولن تتم إعادتها بتجاوز مجلس الأمن ورجح ريابكوف أن يعقد اجتماع وزراء خارجية إيران ودول الأعضاء في السداسية في الثلث الأخير من يونيو وذلك انطلاقا من أن الاجتماع يجب أن يعقد قبل نهاية الشهر الجاري وتحاول السداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا التواصل بحلول الثلاثين من يونيو إلى اتفاق شامل مع إيران يمكن بموجبه أعطاء ضمانات دولية عن الطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء العقوبات المفروضة ضد طهران بحسب الاتفاق الإطاري الذي تم التواصل إليه في لوزانا في الثاني من إبريل الماضي